مرحبا بكم معنا قناتنا الإخبارية الحياة لا في كيفما تعودوا في كل يوم معنا أخبار وأحداث جدا أو متنوع اليوم مش نحكيوها على تسريحات رئيس الجمهورية وقال إنه في الدستور ما يمكننا من اتخاذ قرارات لا يتوقعونها إن شاء الله يا ربي ماذا بينا تتعامل بالقانون وتأخذ القرارات هذه خلنا نجوز الأزمة أعتبر رئيس الجمهورية قيسة سعيدة خلال لقائه برئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووزارة العدل بالنيابة حسنة بن سليماني يوم الجمعة 11 جوال 2021 أن الأوضاع التي تمر بها تونس شديدت الخطورة ولم تشهدها من قبل وتنبأ بمخاطر أكبر نتيجة حكم عدد من اللوبيات التي تعمل وراء الستارة وتغير مواقفها بناء على مصالحها لجارينا خطاب ناري من رئيس الجمهورية اليوم وهذا كالي لازم يسير رئيس الجمهورية قاذب جدا من الأشياء لقاعدة تعرض لها المواطن التونسي أو تونس بصفة عامة وتبع في هذا الإطار قلت لهم ذات مرة هناك الدستور ما يمكنني من اتخاذ قرارات لا يتوقعونها وسأعمل على أن أطبق الدستور حرفيا رغم أنهم حاولوا توظيفه لفائدتهم الدستور الذي وضعوه عليهم أن يطبقوها لكن هذه المؤامرات التي تقع في التدخل بين السلطة السلطة التنفيذية عند رئيس الدولة والحكومة وليست خارج قرطاج ولا القصبة وليمكن أن تتحول إلى القصبة عديدة هي تجاوزات التي صمتت عنها في وقت من الأوقات أحترمت المقامات والمؤسسات والأشخاص لكن هذا الاحترام لم يقابل بمثله وليتحمل كل المسؤولية ما تنسيوش لايك وشتراك وتفعيل الجرس وبي باي